من استعراض إلى آخر يتابع رئيس الحكومة السوداني رحلته في تسويق الوهم عبر مشاريع لا أساس لها على أرض الواقع لتهدئة الرأي العام في العراق وعرض منجزات مزيفة في مسعى للخداع السياسي السوداني عرض وعودا سماها خططا استراتيجية لمعالجة شحة المياه ومكافحة المخدرات وتهريب العملة الأجنبية لإيران كما ذكر أن حكومته لن توافق على الربط السككي مع أي دولة لنقل البضائع دون إكمال مشروع ميناء الفاو وطريق التنمية ولم يكتفي السودان بهذا الكم من المشاريع المفترضة وإنما وعد بإنشاء مدن صناعية تحقق نقلة نوعية في القطاع الذي أصبح شبه منهار بعد عام 2003 حتى باتت المواد المستوردة هي الشائعة في السوق العراقية وعود تذكر بالسنين التي أمضاها عادل عبد المهدي في الترويج لحكومة التكنقراط والمشاريع التنموية وتابعه في سوق الوهم مصطفى الكاظمي بورقته الإصلاحية البيضاء ويبدو أن السودان تجاوزهم بمراحل في عملية بيع شعارات الإصلاح مراقبون رأوا أن وعود السودان صارت تثير السخرية والتهكم بالنسبة للمواطن العراقي الذي يعيش في محنة فقدان الكرامة الإنسانية ويكد طوال اليوم من أجل إطعام أطفاله ورغم ذلك تصر هيئة المستشارين التابعة لرئاسة الوزراء أن 78% من العراقيين يثقون بحكومة السوداني بحسب استطلاع رأي أثار تهكم ناشطين قالوا على سبيل السخرية إن الاستطلاع الحكومي جانب الصواب وإلا فإن 99% يثقون بالسوداني كل هذا الترويج الإعلامي للسوداني لا يمكن أن يجعل الوهم حقيقة عند العراقيين كما أن الوهم لا يمكن أن يكون جسرا لعبور العراقيين نحو المستقبل بعد أن أيقنوا بالثورة الشاملة جسرا حقيقيا لنجاتهم ترجمة نانسي قنقر